معنا الأستاذة سامية بن عليا الباحثة في علوم التربية سبح الخير أستاذة يا عيشك مرحبا بيك شرفتنا بحضور يا عيشك باش نحكيه على جانب مهم من جوانب العملية التربوية كان صحة العبارة اللي هو المهارات والمهارات موجودة تقريبا في مختلف المرحل العمورية هكا ولاي سينقولوا مهارات شنو نقصده أستاذة احنا نعرف اللي توا معناتها الجانب المعرفي نعم ما عادش مهم بالقدر الكيفي في الانتخوتين دون بوش في بشتعمل المشروع نعم ما عادش مهم بقدر ما هو مهم أو كونك عندك مهارات خلاف معناتها الدراسية نعم فما المهارات يلزم كل شخص بش يكون مواطن معناتها قادر على اتخاذ القرار قادر على حل المشكلات قادر على التحكم في ذاته يجب أن تكون عنده المهارات هذية نعم وقد معناتها أكدت عليها منظمة الصحة منظمة الصحة العالمية أي منظمة الصحة العالمية وعملت دليل للمهارات هذية حدد فيه أربع أقسام للمهارات نعم هالأقسام هذية تقسمت معناتها الأربع أقسام زدنا قسمناها تقسيم آخر إلى حد وصلت أثناء شمهارات نعم يمكننا عنا سورة في الغرض أستاذة إذا كنا تسمحوا أن نشاهدوه على الشاشة قلنا أربع أقسام أقسام مبدئيا أربع أقسام ثم تتفرع هات نزيدوه ناخدوه التفرعات هذي بأكثر تفاصيل هي من أهمها كيفية إدارة الذات نعم يعني الشخص يلزم أي أمامنا الصورة المقصودة هكا والله أستاذة هذي هي نعم مستاذة خليوه شوي على الشاشة وتواصل تعليقك عليها قدر كلنا نعرفه الإنسان اللي ما يحسنش إدارة ذاته ما ينجمش حتى وقت اللي يتقدم العمل ما ينجمش يكون لامع في العمل المتاعه وما ينجمش يدير إيكيب ما ينجمش مثلا يسيطر على مجموعة نعم يسيطر بالمعنى الإيجابي طبعا بطبيعة بمعنى التسير وتصرف أي بمعنى التسير نعم على ذكا معنتها هو أدمجة في المنهج الدراسية المتاعنا وبدنا نقريوه من الابتدائي رغم اللي هو معنتها ما هوش موجود لا في الثانوي كمقرر رسمي معناه أي كمقرر رسمي نعم أي أدمجة في المقررات الرسمية وموجود يعني ومقريوبيه وكل نعم ولكن ما هوش موجود لا في الثانوي يعني ما فمش امتداد أي في الأعدادية والثانوية مش موجود مش موجود ولا حتى في الفاكولتة اللي هي حاجة في التعليم الجامع أي في التعليم العالي مش موجود رغم أهمية الأمر حتى ولو أكل الشيب هذيك بش يعمل البيئة في المتاع وإلا بش يقدم أطروحة مش روحة تخرج هذيك بش يقدم أطروحة يجد صعوبة ونلقاو فما برشا دي ستودين يلقاو صعوبة أمامنا الصورة بأكثر تفاصيل وبأوضح معناه مهارة الحياة أستاذة أي مش عنا آخر كيما نشوفوا معنتها لهنا فما مهارة الإدارة كيفية إدارة الذيت كيفية معنتها تتحكم أنت في الغضب بمتاعك كيفية تنجم تسيطر على مش يعرف عنا زيدة المهارات الاجتماعية كل واحد مننا نعرفه اللي يلزمنا معنتها بش نكونوا عنا المهارات هذية بش نحسنوا التواصل مع الآخر نعم تتنحق المظاهر متاع الغضب اللي XCC فرواها توا والخجل أيضا الخجل صحيح تيميدي تاي زيدة XCC تعرق سيرورة التلميذ وإلى الطالب وإلى حتى طالب الشغل زيدة كيف كيف وزيدة حتى فما برشة مشيكل قاعدة تصير مثلا أحنا في تونس أسباب متاحة قلة المهارات هذية الاجتماعية الاجتماعية خاصة وعنها الإدراكية وعنها العمل المشترك هكذا نعم العمل المشترك هو كيفية التخطيط يعني أحنا لاحظوا اللي تلمذتنا مثلا وإلى اللي بشي توجهه بعض البكالوريا يبدأ ما يعرش روحه وين شنو يحب يقرأ وشنو طموحات وكيفش يرى يروحه أبخي سنك أبخي ديزان ما عندوش رؤية وحاجة مهمة جدا زدى إمكانيات ومواهبه ملأمة للاختيار اللي يحب يختار وفي أغلب الأحيان سنحن قصيت عليك في أغلب الأحيان بالعاكس هو تفاعل أستاذة مش نسميش قصار معناها برشة يحب شعب اللي هما الحقيقة معناها مش قادرين على أنهم ينشحوا فيها كوالي صحيح وهذا يسبب مشاكل كبيرة لدرجة كونه ودرجة الرسوب اللي موجودة في الجامعات معنتها نسبة كبيرة وكبيرة جدا علي شكل رسوب هذيك لأنه هو معرفش كيفش يختار ومعندوش رؤية واضحة معندوش فهم للقدورات ولمهارات وإحنا نعرف بكل اللي تاو حتى اللي بشي مشي يتقدم الشغل ما عادش المؤسسات تقتصر على شهائد واللي تفهم حاجة مقاومة أخرى تاخدها بعين الاعتبار سهل طالبي الشغل نعم الحاجة الرابعة اللي شفناها هي المهارات الإدراكية هكذا والله هتناخذ على فكرة السيدة الإدراك رهو بكامل خصوصيته هي خاصة خليني نرجع بربي لمهارة الإدارة اللي هي فيها حاجة مهمة مهمة جدا اللي هي ثقة بالنفس نعم ثقة بالنفس راهي هي تنجم تخليك تقدم القدام وتاخو عبرة من الفشل المتاعك وما تخوش الفشل على أنه خيبة نعم بل تقدم به وتبني عليه نعم وتنجم معناتها تتواصل في مسيرتك وما تاخدوش هذك كعرقلة وكليجام يخليك ما تقدمش القدام إذن عنا مازال العمل المشترك وال العمل المشترك العمل المشترك نعم قلنا هو التختيت حسن التختيت حسن التفاوض نعم رأوا مثلا برشا اللي عندهم يحاولوا بشي يبعثوا مشاريع ولكن هما ينقصهم مهارة القيادة مهارة التفاوض مع الآخر ما يحسنوش كيفية الكوميونيكاسيون تواصل أو التواصل مع الآخر مهارة الاتصال التواصل والاتصال الكوم عموما المهارات الإدراكية أستاذة كله هذي قلنا المهارات الإدراكية هو إدراك نفسه إدراك احتياجاته هو الخاصة كيف يتعامل مع الآخر كيف يمكن أن مثلا احنا في تونس كما كنتم تحكيوا قبل عندنا مشكلة كبيرة في رمي الفضلات في الشارع هذي إذا كانت عنده من قبل ثقافة التعاون وثقافة الحس البيئي الحس البيئي من قبل معنته هو صغير من اللي هو في سنة أولى كان عنده حس بيئي ويعرف اللي هذيك مضرب بيئته ومضرب صحته راه هو ما يلقيش الفضلات في الشارع معنته مرهوش هالمدار وحتى كان ما عندهوش من دور المدرسة ودور التربية أنه يعني تخليه على درجة من الوعي بالمخاطر ومعناها كل ما من شأنه أن يعكر صفه البيئة والمحيط هكا ولا يا أستاذ أي على ذك هي أدمجت في الابتدائي نعم من الابتدائي بيش تمشي للإعدادي والثانوي مش موجودة والأهم والأهم اللي هو تحذير للخروج لسوق الشغل الطالب ما يلقاهيش موجودة وما يقرحيش إذن هنا نتوقف شوي عند النقطة هذه المطلوب أستاذا وشكون اللي ممكن ينفذ هالمقترحات هذه هي مش مقترحات هي أساسية معناها هي أساسية هي حاجات ضرورية ضرورية كما قلت أنت بإقرار المنظمة العالمية للصحة هي الأكثر هي تتسمى مهارات لقرن الواحد وعشرين يعني اللي ما عندوش المهارات هذية راهو بشرقة مشاكل حتى في حياته مع العائلية معناها الاجتماعية لأنه هم غير قادر على اتخاذ القرار غير قادر باش يدير حياته اليومية غير قادر على التواصل اجتماعيا مع الناس دانك بش تصير بوكود بخبليم وحنا نلاحظوا اللي عنا مشكلة كبيرة في الجانب هذا منهم معنتها أكل مظاهر متاع العنف وكل اللي هي ماشية وتزيد وحنا مرقينا لهيش الحل لذا إنا معنتها نقطة رح كونه الوزارة تزيد تركز على أهمية المهارات بش نح وزارة التربية طبعا بش تركز عليها لماذا أهميتها في الصحة النفسية والسلوكية متاع الفرد وإضافتها للمستقبل متاع المتعلم والمتلقي والتلميذ سواء في حسن توجيهه في الاختيارات متاعه على المستوى الجامعي وإلا بعد في خوضه لغمار سوق الشقل وكل ما هو سبيل النجاح في الحياة أستاذها المهارات الحياتية هدية ولا مهارات الحيات تختلف حسب المرحلة العمورية وإلا هي يعني متواصلة وإلا يقع تنميتها من مرحلة إلى أخرى هي ثابتة هي ثابتة ما خطر قلنا احنا قسمناها إلى أربع أقسام نعم مش احنا معناتها الدليل اللي قدمته اليونيسيف هو اللي قسمها الأربع أقسام نظم تمام التحدى للطفولة نعم قسمها الأربع أقسام ذلك معناتها هي ثابتة أما كل مرة بتبيع أحنا حسب النبو حسب المستوى الدراسي مش نزيد ونطوروا فيها ونزيد وندمجوها أكثر بطريقة عملية خاطر هي ما تكون كان عمليا لأنك أنت بجي تجيل تلميذ مهما كانت المراحل المتاعه بجتعطيه إملئات ألوغ ك ما فماش تطبيقات ما سنفق يندي هو من خلال تجربتك وأستاذة ومن خلال اختصاصك كباحثة في علوم التربية في التجارب المقارنة كيف خلينا نوصل المعلومة مبسطة للمشاهدين كيف تدرس هذه المادة أو كيف يقع معناها تمرير الرسالة للتلميذ وطلبة تحت أي عنوان شنو الاسم احنا قبل يمكن أنا غالط ولا بعيد شوي على السياق كنا نقولوا مش تقرأوا تربية مدنية ولا مش تقرأوا مواد معناها متعلقة بالتعاطي وتعامل المواطني مع الفرد ومع المجموعة الآن كيف تتم الأمور هي معناتها تبدأ فما محاور المحاور هذه أكيد تكون لسيق يا أما بالبيئة يا أما بال كيفية التعامل مع الأم نعم في المحاور لاسيقها بالمحاور متعنا بتبيع تتم الإشارة إليها عبر معناتها المحاور اللي هي موجودة كما مثلا التعاون ولا الحس البيئي بتبيع احنا بش نشيروا لها بش نحفزوا تلمذة بش يكونوا يعملوا ليفتات مثلا تحسيسية بش يحسوا أصدقائها مرينا للتطبيق أي هذو التطبيق خضرية متكونش إلا تطبيقية تكونش نظارية تكون إلا تطبيقية لا تنجم ساعة معناتها تقيمها على خاطر هي علامة ديتاوي تخدم علامة ديتاوي ولا تنجم تعملها إلا إذا كانت معناتها فعليا على خاطر احنا نعرف اللي صغير راهوك حتى هو كيشاهدك انتي شنو سولوكيتك هو قاعد يتعلم منك صحيح أكيد أنتخاطخ معناتها انتي بش تمرر له حب التعاون انتي بش تمرر له طريقة الحوار مع أصدقاء وكيفش بش يتكاتف معهم ويتشارك ويتعاون في إنجاز مشروع نعم دونك هذيك عليش احنا نأكدوا عليها خاطر احنا نلاحظه تاويك أغلب المشاكل في مجتمعنا نعم ما فميش روح التعاون روحي فقط صحيح الانانية والفردانية والفردانية كيفش يسميوها نعم وهي تسبب في برشا اشكاليات لأنك انتي كبعث مشروع إذا كنت متحلي بصفة الانانية متنجمش تبعث مشروع خاطر هو الاسبريدي كيب كي غاني معناتها على المؤسس نعم تمشي ماهيش بش تنجح طمت دونك إذا كان ما فميش ساتي اسبريدي كيب وإذا كان ما يكونش عنده روح القيادة المؤسسة متاعه أكيد مشي للفشل نعم هذا يلزم تقريبا تأثير بيداغوجي أيضا يلزمنا نعتنيه بجانب المدرسين والمربيين والمعلمين والأسدة من عرش إذا كان ثم بعض المقترحات وإلا بعض التجارب في هذا الإطار على المستوى الوطني خاصة هي الحقيقة معنتها الوزارة اعتنيت بالجانب هذا وحطتها في البرامج ولكن الحقيقة ما كانش التكوين بالدرجة بالسكل المطلوب المهمة اللي هي معنتها ما تتهيش الأهمية اللازمة نعم على خاطر ظل التكوين مقتصر على بعض المبادرات بقعد المعلم معنتها يحاول ويستهد معنتها دون توجيه أو تأثير أو الحقيقة هو فما توجيه فما سعي للتوجيه ولكن غير كيفي لأنه هو شنو اللي يعزز الحاجات هذية المهارات هذي النوادي النوادي البيئة نعم النوادي الصحية نوادي سلامة المرورية اللي يزم يزم تكون موجودة في كافة المدارس والمؤسسة التربوية هي معنتها ضرورية هذي كالتطبيقات اللي بش يطبقها التلميذ فعليا بش يتعلم هو كيفيش ويشارك فيها ويبدأ مع صغيرات ومع الوليدات بمحبة هكاكة وبيضافرين كما تقولوا بكلامنا المدارسة العاملين جو وتدخل في سياح قناعات متحم حتى يحب المدرسة تولي مرغبة اللي هو معنتها وتخليه يقبل عليها غير النفور اللي نشوفوه تاوحنا غير الغلوبة تلمذا نلاحظوا اللي هما عندهم نفور ونفور كبير من المدرسة هو يجي تقش عليه معنتها ماشي للسجن بش يحبسوه في كرسي ما يتحركش فيه كنت شوفهم كيفيش يخرجوا هما بطريقة اندفائية وبعنف شديد وحتى كيخرجوا للساحة يخرجوا معنتها في غضب شديد شنو أسبابه هذا الأسباب لأنه الطفل هو طبيعته هو يلزم اللعب صحيح وأحنا نجي ونحسروه في طاولة أحيانا حتى أكثر أربعة سواعة أسباح ومنعرش قدش من ساعة للأسف الشديد متطلبت لحياة المادية وانتي تعرف ونسق السرعة وضغوطات تتطلب من أنه الأب يعمل والأم تعمل والوليد بين ضفرين في الجارد معناها ثم بعد يعني من ستة متع الصباح يبدأ نهاره ثمانية في المدرسة يلتقتوه هذه العبارة إذا كان صحة ترجمة معناها ستة متع العشية معناها قرابة العشرة ساعات عبارة إنسان يخدم يمشي للخدمة يقوم بوظيفة اللي هو أصلا تيريها مش راغب فيها وهذا معنتها ماهوش به للطفل بالكل أين اللعب في الحكاية أين الديفيرتسما أين الجوى ديفيرتسما ومن بعد نقول أعليش يطلعوا معنتها فيولان وأعليش معنتها هالمظهر متع الصدام أستاذة أشرت الحقيقة ما كان من الضعف في المنظومة في علاقة بالمهارات الحياتية اللي لازم اكتسابها من قبل الطفل ومن قبل الشاب عموما باش ينجح في دراسه خاصة في الحياة مقترحاتك ما الذي يتعين فعله لتدعيم هذا الموضوع لتدعيم المهارات الحياتية والتربية والتكوين اللولدات والمدارسين امتحم عليها وإذا كانت مع إضافة أخرى تفضل الأستاذة المجال المفتح الحقيقة الوزارة يلزمها تزيد تأكد عليها على خاطر هي حاجة مهمة ما يلزمش تكون فهمة معناتها تسكي أكاديميك أكهاء تنظيري خلينا نقول لأنه فد صغير من كونه ما يعمل حتى شيء راه المشاريع اللي هو بشي قوم بها صغير في المدرسة راه هي مشاريع الغد أنت كيفش تطلب وتقول راه اقتصادنا في حاجة إلى خلق مشاريع وهو صغير أنت ما علمتوش مقبل بشي يخلق مشاريع وبشي بيدر وبشيكون قائد إذا كان صغير منذ الصغر ما أنت ما تمشيش معاه بالمراحل متنجمش تنتظر منه بشيكون عنده الإنيسياتيف وبشيكون مو بيدر ذاك أنا الحقيقة ندعو للوزارة بشي تتأكد على أهمية مهارات الحياة لأنه حتى خارج دونس ما كتجيب بشتتقدم للدراسة تقول لك أنت شنو عملت في بلادك هل عملت عمل أسيسياتيف هل شاركت مهم جدا هذية في السيرة الذاتية في العالم أجمع وفي ما يسمى كما ذكرت سيادتك بالانتخطية معناتها المحاورة هذيك اللي يتم للحصول على عمل ولا المشاركة في وظيفة ولا على فرصة في موقع في أي مجال من المجالات مشكورة أستاذة مرحبا بيك في كل وقت أبويم التنزل الوطنية ونصفة صباح مفتوحة لك الأستاذة سامية بن علي الباحثة في علوم التربية نوات